عزيزي المشاهدين بجدد اللقاء بيكو مرة تانية وعلى غير العادة في الفقرة الاخيرة من برنامجكم اخر الاسبوع بروباجندا الاسبوع من رحم المعاناة تولد العزيمة اسلام عبدالقادر او اسلام عبدالرحمن عبدالقادر هو طالب بكلية التربية الرياضية جمع التهاج ويعتبر اول طالب من ذوي الهمم او ذوي القدرات الخاصة الملطحق او خريج دلوقتي كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج في مصر والوطن العربي بنرحب اسلام اهلا بيك اسلام اهلا بيك اسلام صباح الخير عليك صباح النور اسلام ايه القصة باحكيلي ازاي يعني احنا عارفين طبعا ومقدرين ان كلية التربية الرياضية اه بيتم اختبارات ليها اختبارات كتيرة سواء كانت طبية سواء اختبارات تأهيل او 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 فيعني انت ازاي تكون طالب من زوي الهمم ويلطحق بكلية التربية الرياضية ازاي اه اولا بالصينة يعني انا بالنسبة لي اه انا عملت تعرضت الحادث في سنة تانية كلية قبل امتحنات بسبوع فطبعا انا كنت حاليا في الكلية فتعرضت الحادث ودخلتي في غيبوب وكانت دو حاجة كده صعبة شوية والحمد لله يعني طبعا اتلقت مكالمة من عميدة كلية والدكاترة بتاعتي تطمنوا علي طبعا بعد الافاقة من الغيبوبة اكتر من 15 يوم يعني دعم دعم نفسي مثلا منه دعم نفسي وطبعا هم طمنوني يعني العميدة كلية طمنوا وقال لي ما تقلق شو احنا معاكم والحمد لله فعلا تم الموافق ان انا كمل هو كان عنده ثقة فيه ان انا برضو ما هعمل حاجة كويسة وانا ما خيبتش الظنه برضو وعملت كده فعلا والحمد لله انا كنت يعني بعد الافاقة واستعادة الشفاء يعني اول مسابقة دخلتها كانت اول للتحال الاسبوع شباب الجماعات الاول المتحد العقف المينيا ده اه يعني انت اصلا تاريخك بعد الحادثة حافل بالكوائز الميديليات الزهبية والميديليات البرونزية بس ده معناه طبعا علشان برضو نوضح للسادة المشاهدين انك يعني اكتست الاختبارات في البداية لان الحادث تم في السنة التانية لك اه كنت كنت لسه في الكلية يعني لسه مش في بداية اللي انا لسه هقدم وكده لا انا كنت في الكلية وعلى قوة الكلية وطبعا هم بالنسبة كنت كوي يعني كويس ومجتهد في الكلية وكده فهم برضو قدروا كده وتمنوا موافقة طيب كان رد فعل عميد الكلية او يعني الدكاترة في الجامعة او في الكلية خاصة كان متوقع بالنسبة لك ولا كنت متوقع مثلا ان هم والله يقولوا لك معلش اسلام احنا يعني انت محتاج ان انت تحول لكلية تانية او كلية نظرية او او الى اخر يعني لا انا والله بص يعني انا توقعت كده وكده بس انا كنت اعمل في ربنا كبير وبرضو انا انا شجعتهم بان انا بعتلهم فيديوهات وحاجات ان انا لسه قادر يعني انا كنت لسه مستعدت الشفاء وكان انا كنت شغال في حمام السباحة فاروحت في الحمام ده اول حاجة اول خطوة عملتها نزلت كده ومارست رياضة عادي ووليت تلتين يا كويسة معايا طيب الكيفية يا اسلام يعني مثلا احنا طبعا عارفين ان السباحة بتعتمد يعني اعتماد كل تقريبا على الاطراف الكيفية بقى اللي انت بدأت بيها ان انت يعني هتصبح بعد كمان الحادثة وبعد اللي انت تعرضت لا انا يعني الحمد لله انا كنت متقن السباحة انا يعني انا السباحة دي هويتي وحاجة وليت نفسي فيها فبالنسبة لي كان الموضوع يعني وكان صعب وكان يعني كان صعب وانا حاولت اطور من نفسي لحد لما وصلت المستوى كويس بس طبعا اصلا يعني اجتهادك واسرارك ان انت تكمل في الكلية ده اكيد من ده يعني نابع من حبك للكلية اصلا من قبل قولك لها كان ايه هدفك او كان ايه يعني امنياتك قبل دخول الكلية وعشان كده صممت تدخلها طبعا الكلية عندنا احنا كانت فتحة جديد طبعا وكان امل ان يا ربنا يكريمني وان شاء الله يعني اتعين في الكلية وكده طبعا ربنا ما وفقنيش في الحتة دي بس برضو وفقني في حاجات يعني توصلني كده وان شاء الله انا اكمل واتخرجت هذا العام زي ما قلت لك دفعة كورونا طبعا وان شاء الله قدمت تمهيدي ميجستير مباشر عشان اكمل المرحلة الدراسية بإذن الله وان شاء الله ربنا يكريمني في اللي جاي انا عرفت كمان انك بتشتغل مدرب سباحة لتأهيل الطلبة للكليات العسكرية تمام انا قبل الحدثة كنت شغال كده فعلا وبرضو بعد الحدثة في ناس انا دربتها برضو كان داخلها كده شرطة وعسكرية وتأديمت كده وبرضو ناس في تربية راضية وبرضو غير تربية راضية وبرضو اسناء كورونا كان نفس القصة برضو كنت بدرب ناس اطفال وكده على التمارين الرياضية لا تمارين راضية مش سباح مكرونة كانت مأخولة فطبعا حضرتك يعني ايه انا دربتهم كنت بدربهم في كده في مكان برضو مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية طبعا لتقوية المناعة وجهاز المناعة وكده يعني يعني اي حد غيرك كان هيقول مثلا لا انا احول او انا استسهل او انا ادور على حاجة تانية طيب اسلام قولي مين كان الداعم والحافظ الاول لك هل حبك للكلية ام مثلا يعني جزء من الاهل ومن الاصحاب ومن اللي انت شفته كمان من ردود افعال الجامعة عندك طبعا بص يعني الداعم ليا حاجات كتير جدا طبعا الجامعة ورئيس الجامعة وعمل الكلية والدكاترة بتاعت بصراحة محدش اثر معايا بس انا برضو كنت بكبرهم كده باسراري برضو اصحابي وبنجاحك وبشطرتك لان اللي احنا شفناه المشاء الله الجوائز اللي انت حصلت عليها سواء كان داخل الجامعة او سواء كان فيه مسابقات تانية خارج الجامعة حتى اخر حاجة ان انت يعني قرأت عنها انت حصلت على المديلية الزهبية في دورة الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي اه تمام بالزبط وبرضو اثناء كورونا كان فيه مسابقات تابع الاتحاد المصري للجامعات شاركته في ثلاث ايفنتات وحصلت على ايفنتين مركز اول اسرة نشيطة ومركز ثالث جملة رياضية طيب اسلام برضو كلمني عن ردود افعال الناس اللي انت بتبدأ تدربها الاول مرة وخاصة في حمام السباحة زي ما قلتلك انت بتدرب او بتأهل الطلبة اللي رحين او الكليات العسكرية لو حد ما يرفقش او لو حد يعني اول مرة يشوف كابتن اسلام ويتعامل معاه ايه يعني ردود الافعال بتكون يعمل ازاي طبعا دي حاجة غريبة بالنسبة لأي حد طبعا وبالنسبة للي ما كانش موضوع سهل يعني عشان انا برضو عشان اخلي اللي قدام دي يسق فيه مش موضوع سهل هو مش هيتطمن بس انا بخليه بيتطمن بطريقة طبعا وده ما كانش موضوع سهل علي طبعا احنا شوفينا دك معانا دلوقتي في حمام السباحة اصلا وانت بتعوم يعني تمام اعتقد ان المنظر ده كفيل انه يطمن اي حد ممكن يكون قبلك لأول مرة او شافك لأول مرة ويعني استغرب الوضع الفيديو جميل جدا ورقع طيب اسلام ايه خطتك الفترة الجاية خطت الجاية ان شاء الله انا زي ما قلت لك قدمتي تمهيد ماجستير وان شاء الله انا بالنسبة للدراسة الدراسي عشان يعني طبعا ربنا يا كريم نخلص الماجستير على الخير ونكون ان شاء الله كلية نصيب من التعيين في الجامعة في الكلية بتاعتي وطبعا وفي بالنسبة للرياضي بقى فانا مش هغلع عن نفسي ان شاء الله يعني نناوي بإذن الله ادخل الموساط جنس بحاجة طبعا نخلى مفاجئة ان شاء الله بإذن الله وطبعا بالنسبة للسباح انا ساغل طبعا بتدرب عشان اي مسابقات تبع الجامعة برضو تمهيد ماجستير لك مسابقات برضو تاني عادي واي حاجة انا جاهز يعني بإذن الله طبعا مع بداية العام الدراسي السنة اللي فاتت كلنا شفنا وقرينا وشفنا الفيديوهات بتاعة الشاب احمد اللي تقدم ليه كلية التربية الرياضية جمعت كفر الشيخ وتم رفضه ايه وجهة نظرك يا اسلام في القصة دي؟ يعني مثلا اي حد ممكن يسمعنا دلوقتي او يشوفك يقول مثلا طب ما اسلام موجودة هو اسلام كمان يعني من زول الهمم طب انت ايه وجهة نظرك او شايف القصة دي ازاي؟ هو انا شايف من وجهة نظر الموضوع بتاع احمد يعني هو موضوع طبيعي لانه هو الدكتور شايف انه هو صحيته نفسها مش قصة انه هو عنده اصابة مثلا ممكن معي ممكن بعد شهر او اتنين او تلاتة تخيف لا هو دي اصابة مزمنة او دي مش هتقصر عليه لحياته الصحية والصحة العامة طبعا وهت تعود عليه بالسلم فانه في مطقة كبيرة من الناس اتخذت الموضوع بشكل تاني او يعني حرفت الموضوع بشكل تاني وحاولوها القضية تنمر وانه تم التنمر على الشاب وانه هم ازاير فضوء او كده لا هم لأ هم عملوا الشغل الصحب يعني هو لو دخلوا واتصاب فهو هيبدي مشكلة عنده فهو يعني لو دخلوا مش هيعرجوا دي حاجة مزمنة فهو حافظ عليه كده هو يعني مش رفضه بالزبط يعني هو بالشكل ده هو ما يعني ما اهنوش او هو ما رفضوش لا طبعا بالعكس هو بيحافظ عليه وعلى صحته يعني فيما بعد طيب اسلام البطل اللي يكمل برغم كل اللي حصل وبرغم كل المشاكل اللي حصلت دي رسالة منك توجهها للشباب سواء في كلية التربية رياضية حد لسه داخل يعني طالب جديد او سواء للشباب عامة يعني بالنسبة للشباب يعني الشباب يعني بصفة عامة الاول طبعا يعني انت اي هاي شاب مثلا في مسني او انت في مرحلة شباب يعني استغل الفرصة دي عشان الفترة العمر قصير خالص يعني بحاول تستغل وتشتغل ويعني اعمل اللي في نفسك فيه الصح طبعا واشتغل واشتغل على نفسك ولو انت بتشغل شغل حاجة معينة طور من نفسك عشان الوقت يليل عشان تعمل حاجة هي طبعا وبالنسبة طبعا لتربية رياضية طبعا دي كل اخواتي طبعا تربية رياضية طبعا كملوا المسيرة يعني اسرة نشيطة رياضية تمام بالضبط فيعني انت تخش الكلية ان شاء الله ربنا يكريمك بس تحب الكلية وتحب المجالك والرياضة التخصص اللي تحبه او تلاقي نفسك فيه طور فيه واشتغل فعلا قد ما تقدر عشان برضو فترة الكلية او سيارة وحاول تاخد دورات وعلى قد ما تقدر عشان الحاجة التي هتفيدك فيه يعني ما ينحصرش تعليمه او تدريبه داخل الكلية تمام واستغل فترة الكلية صح لانها فعلا فترة جميلة جدا وفترة مثمرة للي يستخدمها صح اسلام ادامة بسكرك شكرا جزيلا ويعني انا اتبسطت جدا باللقاء القصير ده واتمنى باذن الله ان انت في اقرب وقت تحقق اهدافك وتدخل موصوة جينيس في المفاجأة الحصرية طب حابب ان بص بالنسبة لموضوع الدعم عشان احنا ما اتكلمتش فيه طب بالنسبة للدعم فانا قلتلك الجامعة والدكاترة والكوريا طبعا واهلي والناس بلدي طبعا محافظة السهاج ومركز جهنة بالاخص ان ابن مركز جهنة طبعا هم فيه ناس كده يعني اهلي وقفوا جنبي واهلي كلهم كمان مش يعني واهلي بلدي وبالاخص طبعا الجندي المجهول طبعا الست الوالدة والست الوالد والساد الوالد واخواتي طبعا برضو كان يوم جانب كبير جدا يعني وبشكرهم هنا طبعا العملتي مش اقدر اشكرهم بانتو بس ايه على قد ما اقدر بس الله يبركلك فيهم يا اسلام وان شاء الله نسمع عنك يعني اكبر البطولات ان شاء الله تاخدها قريب وتدخل في جنس وربنا حقا لك كل امان حاجة بسيطة بس انا في انا بس حاجة موضوع هو الوزير الشيبر ده كان نتكلم عن مشروع البطل الأولمبي فهو قم اهتمي بالبطل الأولمبي اوي فهو برضو انا من نفسي اهتمي بالبطل البطل الأولمبي يعني عشان خطر ايه برضو يبقى فيه تكافؤ في الموضوع شوية دي الرسالة اسلام بيوجهها يعني سكرا لك يا اسلام وسكرا على الوقت الجميل اللي احنا قبضناه معك اعزائي المشاهدين بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة وانتهت كمان فقراتنا نلقاكم على خير سواء كان الاسبوع اللي جاي او في اوقات تانية او في اماكن تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته